السلام عليكم حزب الله الاتفاق الإيراني السعودي ضرب قاضية للمشروع الصهيوني إن لم تكن مشتريكا في القناة فاشترك وإذا كنت من المشترك لأتنسى الإعجاب بهذا الفيديو قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم يوم ثلاثة إن الاتفاق الإيراني السعودي ضرب قاضية للمشروع الصهيوني بالثعون مع أمليكا وأفد الموقع الإلكتروني العهد مساء يوم الثلاثة أن التصريحات الشيخ نعيم قاسم جاءت خلال كلمة ألقاها في احتفال أقيمة لتجمع العلماء المسلمين بالذكرى الـ 42 لتأسيسه وأفاد نعيم قاسم بأن أعداء إيران المتمثلين في الكيان الصهيوني وأمريكا أرادوا أن يجمعوا دول المنطقة وعلى رأسها دول الخليج لتكون إيران هي العدو بل الكيان الإسرائيلي وبأن الاتفاق الإيراني السعودي قد قضى على المصار الذي يستبدل العدو الإسرائيلي بغيره وشدد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني على أن إسرائيل ستبقى عدو وسنجمع العالم ضدها موضحا أن الحزب يدعو دائما إلى كل اتفاق يمكن أن يجعل القوة والعزيمة والثعاون في مواجهة الأعداء الحقيقي للأمة وليس فيما بيننا وأصدرت كل من السعودية وإيران والصين يوم الجمعة الماضية بيانا ثلاثيا مشتركا أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاق لاستئناف العلاقة بين البلدين برعاية الرئيس الصيني شينجين بينك وأوضح البيان أنه من المقرر فتح سفارتي البلدين في غضون شهرين كما أشار البيان إلى الجانب السعودي والإيراني أعربت عن تقديرهما وشكرهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021 و2022 كما أعرب الجانب عن تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها في أخير إذا كنتم من المهتم بالنوع من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لذوصلوا بالجريد وشكرا